قبل قليل أيضا تنفيذ غارة على بلدة خطاب هذه البلدة التي سيطر عليها حديثا بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة مع القوات الحكومية بريف حماة طبعا هناك في ريف حماة الأنظار ما زالت تتوجه إلى الدخول إلى الأحياء السكنية في إدلب لكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة إنما هي معارك دارية هناك الهيئة تستخدم قوات النخبة لديها العصائب الحمراء وهذا ما كانت قد أعلنته أمس خلال قتل خمسين عسكري يتبعون القوات الحكومية عن طريق تنفيذ عملية العصائب على ذاك المحور المحور برمته مشتعل نتحدث هنا عن محور أرزة قمحانة جبل زين العابدين الهدف الرئيس لهذه العملية كذلك أيضا المحاور الشرقية هناك أيضا مدينة محردة التي باتت متاخمة طبعا كل محور حماة هم المقاتلون الآن على مشارف مدينة حماة لكن لا يوجد دخول رسمي حتى هذه اللحظة إلى الأحياء السكنية نعم أيضا يعني نعم ماذا يعني عن الوضع السكاني فيما يتعلق يعني بالحاجات الضرورية من وقود وخبز هل يعني هذه الضربات من الجو تعيق يعني الحياة في إدلب يعني الواقع في إدلب من بعد الغارات المتتالية لا شك بأنه قد تكون هناك في غالب الأحيان بوجات نزوح متقطعة الأهالي يخرجون من إدلب إلى الحدود السورية التركية لربما إلى أرياف حلب الأماكن الأكثر ضررا من جراء هذه الغارات لأن إدلب هي المسرح الرسمي والرئيس للعمليات القتالية أما الحصول على المواد الأساسية والغذائية فهي تجري بشكل شبه طبيعي لكن هناك في حلب توجد حتى هذه اللحظة معاناة في الحصول على المواد الرئيسة كمادة الخبز وكذلك المحروقات ومشاكل ذلك شكرا لك لكل هذه المعطيات وهذه المرافقة لنا من إدلب كان معنا مرسل حدث زميل محمد هارون شكرا للمشاهدة